نجح على رابطة اللاعبين الدوليين بغض النظر عن العمر والاسماء احشي لي بالمنجز بالعطاء لم تقدم رابطة اللاعبين الدوليين شيء لللاعب الدولي العراقي وكذا رابطة المدربين انا ادري الكلامي حيزعلهم بس هاي واقع حال لازم نصارح بالجمهور انتم ظلمتوا في قضية كهيكلية كمؤسسة كمنظمة كان من المفترض تكونون ضمن الهيئة العامة هسه يمثله شخص يمثله شخصين بس كمؤسسة ككيان اسمكم رابطة المدربين الشباب حقيقة ظلم ما تكونون بالهيئة العامة اعرج النقطة مهمة بسيطة جدا تدري رابطة المدربين واللاعبين الدوليين لو مشتغلة صح مو رابطة لعبين المدربين شباب لا رابطة المدربين ورابطة اللاعبين الدوليين تدري لو مشتغلة صح تسير كرة القدم بالعراق مع مالقة نجوم بغض النظر عن اسمها ككيان كموقع يعني ما علي يونس بحمود رئيس الو احمد بنالد كتأثير يقودون كرة القدم بالعراق بس عطل مثل ما قال كابتن احمد